فيش تكنيك مهما يكون تليفو لك طيارة إذا عندك مشاكل في الشحن راني حاسس بيك ونعرف اللي أنت متقلك ضعلك الكابل الأصلي وتشارجي بكابل مدرح الشارجور تحرق وما لقيتش من تشري خوه في الوريجينال حاير في باوربانك وحاجة تطول على خاطر اللي تشريها في 6 أشهر ما عادش تشارجي في تونس فما كان شاومي للأسف توفر حلول للمشاكل هذو من كل نبدأ بأبسط حاجة إذا تحب كابل 2 في 1 يمشي ميكرو USB و USB C موجود إذا تحب كابل USB C روبوست ومايتخبل ويقبل حتى 33 وات بشارجي بيه تليفونك إذا زاد لازمك USB C مجهتين ويقبل 100 وات شارجي بيه كل شيء حتى لابتوبك وطابلاتك فهنه موجود تواب إذا تحب شارجور عندك 3 حلوات شارجور دوب للكرهبة ماكس باور متاعه 27 وات شارجور تيب A و تيب C 33 وات للهوات في الاقتصادية وآخر واحد هو شارجور 65 وات إذا لديك تليفون يدعم الشحن السريع ولا تشارجي لابتوب ولا تابليت والبنة لكل أنهم كومباكت يعني صغار ما يأخذوش برشة بلأسا توابش تعدول الباوربانكس وهنا لديك بزيد اختيارات إذا لديك تليفونك ماكس سماعاتك تشري موديل ملي فيهم 10.000 ميليا باور كان عندك بزيد تقنيات خاصة التابليت عليك بال20.000 ميليا باور وسمعت إلي فما موديل جديد متوفر فيه 30.000 ميليا باور هيك للجماعة اللي يعملوا الكمبينك أنا نسميهم جمعة ستاك اللي ديما عندهم بزيد شارج أما فما معيار آخر بشتشري به وهو سرعة الشحن إذا لديك تليفون اقتصادي جدا ولا آيفون تستحق من 18 لـ 22.5 وات تاخو حاجة ماهكا كومباكت كما المي باوربانك 3 أولترا كومباكت عندك شحن سلكي عليك بهذا اللي هو 10 وات ويرلس باوربانك تحب حاجة روبيست ودورابل عليك بالموديل 22.5 باوربانك إذا عندك بزيد حاجات تاخو العشرين ألف ميليا باور اللي هو الريدمي 12 وات فاست شارج تفكروا لسمي هذو في مستوى آخر إذا تليفونك متوسط والشحن متاعه 33 وات ماكش بتلقى ما أحسن من الموديل هذي اللي هو 33 وات بوكت اديشن برو صغرون ويشحن بطريقة سريعة في أعلى مستوى عندك الخمسين وات باوربانك وهذي اللي عندي نستعمل فيها يومين تشارجيلي الماك الايباد والايفون نوك أعملوا طالله امشيوا للبوتيكات متاع شاومي ولا تدخلوا على ميستور.com.2 وهو كل موديل أحفظوا يسميهم وهذا كانت الفيش تكنيك